موسيقى موسيقى أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب ما هي الأدلة على صلب المسيح بصراحة وأنا بفكر في هذا الموضوع شر البلية ما يضحك كما يقول المثل موضوع صلب المسيح وقيامة المسيح توجد لها أعظم الأدلة وأكثرها في كل مكان سواء أدلة داخلية أو أدلة خارجية سواء أدلة من الأعداء أو من الأصدقاء سواء من شهادة التاريخ أو شهادات أخرى أو الشهادات الداخلية من الأحداث الصلب سواء الخلفيات الحدرية أو الحفرية أو الجغرافية أو التاريخ كلها بتصب في نفس المصار اللي بتتكلم عن صلب يسوع المسيح وأنا عم براجع النصوص مرة تانية عن بقرأ أحداث الصلب ذهلت للتفاصيل الدقيقة والمعلومات الدقيقة في التحركات الجغرافية والحضرية والتاريخية اللي مش ممكن حدث يسبق حدث أو وقت يسبق وقت لكن كله كان بسير بمشورة الله المحتومة بالتوقيت الإلهي الدقيق الصحيح شيء يذهل العقل فكوني أنه أتكلم عن أدلة الصلب هو أمر مضحك ولكن لازم نتكلم عنه لكثرة الأدلة في هذا الموضوع أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة رح تكون سبب بركة وتغيير لحياتك سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ما هي الأدلة على صلب المسيح؟ يا سرنا أنا استضيف إلى برنامج ليكن نور خادم الرب المعروف مش غريب عنكو كان عدة مرات معنا على الهوى وعلى برامج ليكن نور رجل الله طبعا معروف جدا على القنوات الفضائية من برنامج مشهور اللي هو كل الكتاب أنا بتكلم عن الأخ عياد ظريف أهلا وسهلا أخ عياد أهلا بك أساس نظار وأهلا بكل المشاهدين ربي باركك موضوع طبعا يعني أنا بحس بنوع من الامتعاد يمكن صححني يمكن الكلمة مش حلوة أو مش مزبوطة لما حد بيجي بيطلب دليل على صلب المسيح إذا الغرض أنه يعرف الأسباب أقول مبارك هذا الشخص ولكن تخيل معي أنه الرئيس أنور السادات قتل في سنة الواحد والثمانين بعتقد أمام مرأة جميع الناس وتخيل بعد مئة سنة شخص بيجي يقول هذا كل أوهام اللي انتوا شفتوه أنور السادات ما تقتلش شو بيكون رد فعل الناس اللي كانت معاصرة لكل هذه الأحداث فكم بالحرق الأحداث والأدلة الكثيرة على صلب المسيح شيء يفوق الخيال خليني في البداية أسألك سؤال مهم يعني وهي بيسألوني يا كتير غير المسيحين ليه؟ لماذا موت الصليب سبيسيفيك يعني بالتحديد ليه الصليب تمام أنا أشكرك لك لهذا السؤال والحياة القضية مطروحة منذ القديم وستستمر مطروحة وأعتقد حتى بعد البرنامج سيظل هناك تساؤلات لأن عمل الشيطان في أذهان البشر دائما يريد أن ينكر على المسيح شيئين؟ الشيء الأول هو من هو المسيح في ذاته؟ والشيء الثاني ماذا فعل المسيح؟ واعتقد أن المسيح في قيصرية فلوبوس في متى 16 سأل سؤالا مهما من يقول الناس أن أنا ابن الإنسان؟ وكانت الإجابات متعددة إلى أن أتى إعلان من الآب لبطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي بعدها أعلان المسيح أمام تلميذه عن ضرورة وحتمية إذهابه إلى الصليب وكأن السؤالان دائما مطروحان من هو المسيح وماذا فعل المسيح؟ فيمكنك أن تذهب إلى الخارج وتعمل استطلاع رأي والناس تقول لك المسيح رجل عظيم أو نبي عظيم ليس هذا كافيا ينبغي أن نؤمن أنه هو الله الظهر في الجسد وماذا فعل المسيح؟ ممكن يقول لك عمل معجزات لكنه لم يموت هذا أيضا ليس كافيا ينبغي أن نؤمن أنه قد مات على الصليب وقام لماذا الصليب بالتحديد؟ الصليب بالتحديد هو وسيلة إعدام لم تكن معروفة في العهد القديم لم تكن معروفة عند اليهود لكن أول من بدأها الفرس أن نتذكر قصة هامان الذي أراد أن يصلب مردخاي الحقيقة كانت الإشارات دائما منذ القديم قبل أن يأتي الفرس قبل أن يأتي بابل اللي هو قبل الفرس أن هناك إشارات في الكتاب تقول أن الذي سيأتي ينبغي أن يرفع على خشب أين وردت هذه الإشارة؟ وردت في سفر التثنية إذا كان على إنسان خطي حقها الموت ومات وعلق على خشبة فلتبت جثته على الخشبة لأن المعلق على خشبة ملعون التعليق على خشبة وده كانت حاجة شاذة عن طريقة الإعدام اليهودية طريقة الإعدام اليهودية في حسب النموس هي الرجم لماذا موت الصليب بالتحديد؟ أو السببين بسرعة السبب الأول لأنه أي وسيلة إعدام أخرى أنت تنتزح حياتي مني فقطع الرأس بالسيف أنت تنتزح حياتي مني أو الرجم أنت تنتزح حياتي مني لكن موت الصليب مرتفعا على خشبة فهذا الموت ليس لإنسان يد في نزح حياتي مني قال المسيح عن هذا قال وأنا إن ارتفعت عن الأرض وقال وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان وقال المسيح أيضا ليس أحد يأخذها مني أنا أضعها من ذاتي وأخذها من ذاتي فليس بقطع السيف وليس بالرجم لكن بموت الصليب وإذا رقبنا موت الصليب في الأنجيل نكتشف أن المسيح هو الذي أودع نفسه في يد الآب يا أبتاه في يديك أستوضع روحي فهذه العقوبة بالتحديد هي التي لم تكن تعجل بموت المسلوب أو بموت المتهم إلى أن المسيح هو الذي أسلم نفسه للموت قدم روحه في يد الآب والسبب الثاني السبب الثاني أن هذه الوسيلة بالتحديد وسيلة تضيق المتألم آلاما لحصرة له يعني إذا جدت اقتع راسي بالسيف قد أتألم دقائق أو ترجمني قد أتألم دقائق لكن موت الصليب نتذكر المسيح رفع على الصليب ست ساعات ضاق كم من الآلام الجسدية من أيدي الناس طبعا بالإضافة إلى الآلام الكفاري فهي وسيلة إذا حد عمل سيرش على اليوتيوب أو على جوجل وشاف عقوبة الصلب والآلام المبرحة التي يتحملها المسلوب أراد المسيح أن يختار نوعا من العقوبات وهو موت الصليب لكي يذوق آلاما لحصرة له وفعلا هذا اللي ضاقه يعني المسيح لكن فكرة الصلب ما هياش وليدة المسيحيين يعني عم باقتبسها أنه شيء كان موجود في فكر الله من قبل تأسيس العالم بيتكلم عن الحمل بيتكلم عن الفداء قبل تأسيس العالم لكن برضو الرب كمان يعني أعطانا إشارات ونبوات في العهد القديم تمام يعني صليب المسيح لم يبدأ فقط منذ الزمان لكن فكر تقديم المسيح نفسه على الصليب هو فكر أزلي يقول الكتاب المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلعيب بطرس يقول عن المسيح أنه كما من حمل بلعيب ولا دنس دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم فلم يكن وليد الصدفة يعني مش كأن الله قرر حاجة في الزمان أن يفضل الخطاط الأثمين فاختار قصة الصليب لا الصليب له جذور أزلية اللي عاوزة وضحه أنه كمان ما هيش قضية أخلاقية مثل مثلا سقرات يعني مات مشان القيم والأخلاقيات العالية اللي عاشها وبعدين يا حرام قتلوه يعني فكرة الاستشهاد لا هو جيد كي يموت طبعا هو الصليب له جانبان الجانب الأول متعلق بالتكفير عن الخطايا لكن هناك جانب لا علاقة له بالخطيئة هذا الجانب هو تحقيق مشروع الله الأزلي إيه هو مشروع الله الأزلي الله الآب يريد أن يأتي بأبناء إلى بيته الأبدي على شبه المسيح كيف يستطيع الله أن يأتي بأبناء شبه المسيح يسكنونه بيته الأبدي إلا على أساس أن يبعت المسيح كحبة الحنطة البذرة الأصلية وحبة الحنطة تأتي وتقع في الأرض وتموت لكي تأتي بثمر فالجانب الآخر لموت الصليب هو وسيلة لكي يستطيع الله أن يأتي بثمر شبه المسيح شبه الحبة الأصلية التي ذرعت التي دفنت وماتت مش بس لتكفير عن الخطايا يعني أنت ذكرت الصليب هو طبعا عقاب رهيب جدا وأعتقد أن الرمان تطوروا فكرة الصلب باستخدام المسامير والتعليق إلى آخره بدأها الفرس وطوروها للرمان فالفكرة يعني صعبة جدا مشان هيك مش مهدومة وغير مستساغة لغير المسيحيين طيب يعني الله كيف بيسمح لابنه يموت على الصليب لأنها مرتبطة بالعر مش بس مرتبطة بالعر مرتبطة باللعنة ملعون كل من علقه على خشبة إذا كان المسيح هو الذي ارتضى أن يتخذ من هذا الصليب معبرا لكي يحقق المشيئة الأزلية وهي استحضار الكنيسة ويحقق المشيئة الأزلية وهي تمجيد الله الآب عشان الله يتمجد من خلال الصليب وكان المسيح من خلال الصليب مجهز اللي بعد كده ما هو اللي بعد كده ما هي النتيجة القيامة فإن الإنجيل الذي كرز به بولوس في كورونسس الأولى الخمستاشر أن المسيح مات من أجل خطيان حسب الكتب وأن هدوفنا وأنه قام إذن مهما كان الصليب من عقوبة من عار من لعنة فهو يتكلم عن محبة المسيح الفائقة المعرفة التي ظهرت عند الصليب لكن كان يجهز لما يمكن أن يعوضه عن لعنة الصليب وعن آلام الصليب وهي القيامة واستحضار الكنيسة فيرى من تعب نفسه ويجبع يعني أنت اقتبست إعلان بطرس لما ذكر يسوع وقاله طوبة لك يا سمعان بنيون إن لحما ودما لم يعلن لك ولما ابتدأ المسيح بيتكلم عن الغرض الأساسي من مجيءه إلى هذه الأرض يعني كان ممكن ييجي ويعمل سوبرمان متفوق على كل شيء لكن لما ابتدأ يتكلم عن الصلب نفس بطرس قال له حاشاك يا رب فالفكرة غير مستساغة غير مستساغة لكن أنا أؤكد مرارا وتكرارا المسيح الغرض الأساسي من مجيء إلى هذا العالم هو الموت موت الصليب يعني لم يأتي ليصطع معجزات ثم يرفعه الله دون أن يمر إلى الصليب فعل المعجزات لم يكن يحتاج أن ينزل المسيح من السماء فالمسيح يستطيع أن يجري أعظم المعجزات وهو في السماء لا وحيث وجد المسيح وجدت المعجزات شور شور في عبرانين اتنين في سبع أسباب لماذا تجسد المسيح منهم ثلاثة بيتقول عنهم أنه لكي يذوق بنعمة الله الموت لكي يأتي بأبناء كثرين إلى الموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت فالثلاث أسباب تتكلم عن حتمية موت الصليب كغرض لمجيء المسيح احنا ذكرنا أنه فكرة صلب أموت المسيح قبل الزمن وقبل خلق الإنسان كانت في فكر الله لكن برضو الله أعلن في الكتاب المقدس بالعهد القديم عن صلب المسيح أعلن في الكتاب المقدس في العهد القديم لأن الكتاب المقدس يتكلم عن شخص المسيح وعمل المسيح السؤالين اللي أنا دايما أقولهم من هو المسيح وماذا فعل المسيح تكلم عن شخص المسيح وعن صليب المسيح في ثلاث صور الصورة الأولى صور النبوات الصورة الثانية صورة الرموز الصورة الثالثة صورة الضلال إيه الفرق بين الرموز والزلال؟ أولو النبوات النبوات المسيح جاي عنه أعداد لحصر لها من النبوات حوالي 333 نبوة عن شخص المسيح نبوات ضقيقة جدا عن كيف سيموت المسيح قبل أن يأتي الفرس وينشئ عملية الصليب يعني لما يقول مثلا في تسنية 21 لأن المعلق على خشبة ملعون التعليق على خشبة هذه نبوة لما يقول في مزمور 22 ثقبوا يديا ورجليا وهكذا إلى أن تسير في كل أجزاء الكتاب ألف سنة قبل مجيء المسيح ألف سنة إشعياء 700 قبل الميلاد كشاة انتصاق إلى الذبح وكنع جسامطة أمام جزيها هذه صورة النبوات نبوات دانيال 9 وبعد 62 أسبوع يقطع المسيح وليس قطع المسيح أي موت المسيح فهذه نبوات تتكلم عن موت المسيح عن صليب المسيح هناك رموز تتكلم عن موت المسيح يحنى 3-6-14 يقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان فبلسان المسيح في يحنى 3 أن الحية كانت رمزا للمسيح أو صليب المسيح بوليس في كورنسس الأولى عشرة يتكلم عن الصخرة المضروبة في صفر الخروج الصح 17 يقول وجميعهم شربوا شرابا روحية من صخرة تبعتهم وكانت الصخرة المسيح ماذا حدث للصخرة ضربت لكي يأتي الماء فهناك رموز وهناك ظلال كل ذباح العهد القديم تتكلم عن ذبيحة المسيح المسيح في الصحونة قد ذبيحة لأجلنا هناك ظلال ظلال يعني الأجزاء التي لم يارد عنها بحصر اللفظ أنها رمز لكن نرى فيها ظلا لألام المسيح مثلا يوسف في آلام الكثيرة وأمجاده نرى فيه ظلا لآلام المسيح وأمجاد المسيح إسحاق وهو على المذبح ظلا لآلام المسيح على الصليب بموت البديلة بموت البديلة فنستطيع أن نرى صليب المسيح في العهد القديم في صور النبوات والرموز والظلال وهذا ما قاله المسيح لتنمذي عمواز لما مشى معهم في يوم القيامة وشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب مبتدئا من موسى ومن الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب فكل العهد القديم يتكلم عنه عن شخص المسيح وعن صليب المسيح وأنا بيتكلم عن أجزاء العهد القديم يعني ككامل ككتاب كامل لكن مش بس في العهد القديم حتى منشوف الملاك يعني لما ببشر يوسف أو مريم بيتكلم عن الغرض يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئهم يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم طيب هذا العهد القديم وإحنا اليوم أنا عارف أنه بنتكلم عن أدلة لكن بالعهد الجديد برضو يعني جزء كبير في موضوع الصلب يعني أنا مستغر أنا مندهش من الروح القدس وهو يسطر لنا حياة المسيح معروف أن الأربع أنجيل تشرح لنا حياة المسيح معلومات قليلة جدا عن طفولة المسيح ما عندناش أي معلومات عن الميلاد العذراوي وطفولة المسيح وكان إشارة إلى لما كان عنده 12 سنة في الهيكل وغاب الكلام عن باقي حياة المسيح إلى أن بدأ سن 30 سنة للخدمة الجهرية ليه؟ لأن الحقيقة الأنجيل مشغولة مش بس بشخص المسيح لكن بموت المسيح بعمل المسيح بعمل المسيح على الصليب فستكتشف مثلا أنه في إنجيل متى إنجيل متى وحده اللي هو من 28 أصح 33 و3 من 10 يعني 33% من أصحات إنجيل متى تتكلم عن الأسبوع الأخير من حياة المسيح ستكتشف أنه في إنجيل لوقة إنجيل لوقة دل 24 أصحاح 20% يعني 5 إنجيل لوقة يتكلم عن الأسبوع الأخير في حياة المسيح اللي هو أسبوع الألام وموت المسيح إنجيل ماركوس يتكلم عنه في حوالي 25% 25% من 16 أصحاح بتتكلم عن ألام المسيح أما بقى إنجيل يوحنى ده قصة إنجيل يوحنى 22 أصحاح من أصحح 12 أو 13 لغاية آخر الإنجيل بيتكلم عن الإسبوع الأخير من حياة المسيح الحديث بتاع العلية ثم ألام المسيح ودخول المسيح إلى الصليب والقيامة حتى الإشارات الكثيرة في يوحنى 12 بيتكلم عن حبة الحنطة مثل ما حضرتك ذكرت وأنا إرتفعت أجذب الجميع وهكذا حتى مش بس الإصحاحات يعني فيه إشارات كثيرة في الأنجيل بشكل أو بآخر سواء من خلال أمثال المسيح تعليم المسيح من حياة المسيح وهكذا كلها بتتكلم عن دلالة مهمة إن المسيح جاي لغرضه والصليب يعني الجانب الأهم ومش الأهم الجانب الأكبر في الأنجيل الأربعة يتكلم عن خدمة المسيح بدلا من 30 سنة وموت المسيح هذه النسبة التي ذكرتها لا تتكلم إلا عن صليب المسيح موت المسيح على الصليب بالإضافة إلى باقي أجزاء العهد الجديد فبولوس الإنجيل بتاعه الذي نادى به في كورونسس الأولى 15 له بعد ثلاثي المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب أنه دوفنا أنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وده الإنجيل اللي نادى ببولوس في سفر الأعمال وفي 14 رسالة كتبهم بولوس بوترس يقول في رسالته في الأصحة الأول الرسالة الأولى إن كل ما كتبه الأنبياء القدسين عن الآلام التي للمسيح والأمجادة التي بعدها فبوترس مع بولوس مع كتابات العهد الجديد تقول لنا صليب المسيح حتى سفر الرؤية بيتكلم عن الخروف المذبوح تأسمه سفر الحمل نعم يعني بالإضافة أنه سفر العرش هو سفر الحمل فإذا منشوف كل هاي الأجزاء موجودة في الكتاب المقدس وهي هاي بحد ذاتها دراسة بتطلب لحلقات كثيرة بس نخوض التفاصيل الكثيرة رح نأخذ فاصل أخ عياد وبعدين رح نحكي عن الشهادات أو الأدلة الخارجية عن صلب يسوع المسيح بتمنى أنه هذه المعلومات أنه على الأقل تحث فيك رغبة وشغف وشوق أنك تقرأ الكتاب المقدس هو المعادلة بسيطة جدا دايما بكررها بحال ما بتقرأ الكتاب المقدس روح الله رح يغيرك فعلا رح يغيرك فليه بتخاف أنك تقرأ الكتاب المقدس اللي بغير حياتك وبيعطيك الحياة الأبدية ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما هي الأدلة على صلب المسيح؟ ما هي الأدلة على صلب المسيح؟ داخلية من الكتاب المقدس والمعاصرين للكتاب يعني لا حصر لها لا تعد ولا تحصى لكن رح أسأل خادم الرب الأخ عياد عن بعض الأدلة الخارجية أو الشهادات الخارجية لصلب المسيح شو رأيك؟ حضرتك في بداية الحلقة يعني طرحت سؤالا استفهاميا أو استنكاريا أنه إذا رفض العالم الآن موت الرئيس المصري السادات بالرغم من حدوث هذا الموت في يوم تاريخ مصري الاعتفالات بنصر 6 أكتوبر وكانت كاميرات التلفزيون تسجل وكان هناك حضور كثير إذن من يعترض؟ فهو ينطح الصخر لأن هناك أدلة تؤكد الحدث الحقيقة نحن أمام أدلة متوفرة جدا أدلة تاريخية خلينا أقول عندي أدلة تاريخية عندي أدلة جغرافية تغضع لعلم الأثار عندي أدلة كتابية أو كتابية يعني من كتابات اليهود نفسهم واللي استعرب الذي يتتبع أحداث الأنجيل خلينا أنطلق من إنجيل لوقة وهو إنجيل تاريخي لأنه لوقة مؤرخ ولوق وهو مؤرخ كتب بدقة متناهية ما يحتاجه التاريخ فالتاريخ يحتاج دايما لكي تؤرخ ذكر أماكن وذكر تواريخ وذكر أشخاص وذكر حكام وذكر مدن والحياة لوقة وهو يؤرخ وأعطانا ما يلزم للتأكيد أن ما كتبه تاريخيا مضبوط بحصر اللفظ أفتكر أنه في عالم اسمه وليام رامسي قبل ما يعرف الراب كان حب أنه يمشي في الرحلة التي كتب عنها لوقة في سفر الأعمال الرحلة التي مر بها بوليس ليتأكد من عدم صحة ما كتبه لوقة في الكتاب وصار بدقة متناهية في المدن والأماكن التي كتب عنها بوليس إلى أن خلص في النهاية إنما كتبه لوقة سليم بنسبة 100% لأن لوقة مؤرخ من الطراز الأول لوقة ذكر لنا في الأنجيل في إنجيله متى مات المسيح وفي أي عصر مات المسيح وفي عصر مين من القياصرة وقال لنا الأماكن التي تألم فيها المسيح وقال لنا الجبل الذي صلب عليه المسيح وقال لنا البقعة اسمها الجمجمة وهي جبل الجلجثة فكان يسر لنا الأحداث بمنتهى التدقيق طبعا إحنا قلنا ما يكفينا من الكتاب لكن أروح للشهادات الخارجية الشهادات الخارجية عندي كتابات وثنية رومانية يعني مش من مؤمنين هذه أنا ضد المسيح تمام وعندي كتابات يهودية وعندي كتابات جغرافية أو اكتشافات أثرية جغرافية أقول بس ما قيل من بعض العلماء الوثنيين الرومان واحد مثلا اسمه تاستوس 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 بيقول وهو مؤرخ وثني شهير يعني يقال أنه ولد سنة 25 ميلادية بيقول أن المسيحيون اشتق اسمهم من اسم المسيح الذي عاش وعلم ومات هناك في أرشاليم أيام بلاطوس البنتي وأيام القيصر تيباريوس فهذا واحد بعيدا عن دائرة الإيمان لم يكن مع بولس لم يكن مع يوحن لكن واحد بعيدا عن دائرة الإيمان إذا قلبنا شوية تاني في التاريخ وهو بيكتب ضد هو بيكتب ضد طبعا يعني أنه هو بيكتب ضد عم بشهد عن أحداث الصلاة طبعا طبعا لكن مثلا إذا رحنا لسفر الأعمال أصح 17 بولس راح كرز في منطقة اسمه أريوس باغوس وفي أريوس باغوس يقول في آخر الأصح أنه في ناس آمنوا به أو أمنوا بالمسيح نتيجة كرازاتي من ضمن الأمنوا به واحد اسمه ديناسيوس الأريوباغي الكتاب ما قال لناش حاجة غير الإسم لكن لما نرجع نعمل سيرش عن الإسم ده نكتشف أن هذا الشخص كان قاضيا كان فيلسوفا كان علما هذا الشخص أرسله إلى مصر القديمة وقت ما كان المسيح بالجسد وقت ميلاد المسيح لكي يدرس في جامعة مصرية في الوقت ده كانت اسمعها جامعة إن شمس ليس إن شمس المعروفة دلوقتي جامعة قديمة لكي يدرس الطب ويدرس القانون ويدرس الهندسة ويدرس الفلسفة وهو بيدرس أثناء الدراسة حدث موت الصليب وحدثت الظلمة التي جاءت على كل العالم وأعطى وقتها احتمال من ثلاثة لماذا هذه الظلمة التي حدثت ده هو كتب الكلام ده وقال ربما يكون إله الكون الخالق متألما أو ربما يكون حساباتنا الفلكية حسابات غير دقيقة أو ربما يكون هناك حدث شيء خطأ بس مش عارف ايه الشيء الخطأ ده إلى أن يقال من التاريخ أن هذا الرجل ذهب وتقابل مع بوليس فيما بعد في أريوس باغوس لأنه كان قضيا في أريوس باغوس وسامع خطاب بوليس في أريوس باغوس وقبل المسيح وسجل الاحتمال الذي وصل إليه أعتقد بعدما سمعت من بوليس أن الاحتمال الأول هو المضبوط وهو إله الكون كان متألما عند الصليف هذه الشهادات كلها مكتوبة يعوزني الوقت إن تكلمت عن شهادات أخرى واحد يسمه كرنيليوس تاسيوس سنة 55 مؤرخ روماني ملحد من أعظم مؤرخ روم القديمة ذكر كل أحداث حياة المسيح ووصل بالمسيح وهو مؤرخ وليس مؤمنا في 15 مجلد ذكرها بالتفصيل أيام بيلاطوس البونتي وأيام تباريوس قيصر دول تلت أدلة من أدلة كثيرة تاريخية تكلمت عن موت المسيح وهو يكتب طبعا كان بيتكلم عن الحدث في اللي صار في روما حرق روما بيتكلم عن طريق جماعة مكروهين منبوذين تعرف بينعتهم في كل الكلمات الصعبة اللي هي جماعة المسيحيين لكن نستطيع أن نستنبط من كلماته أحداث صلب المسيح الحقيقية تكلمت أنت عن شهادات ترخي وطبعا فيه شهادات كثير يعني خنقول المؤرخ يوسف يوسيفوس ده بقى شهادات يهودي لأن يوسيفوس كان يهودي طيب ناخد شهادات يهودي ناخد شهادات يهودي يعني اسمح لي أروح للشهادات اليهودية وأقول قبل ما أروح ليوسيفوس عندي التلمود نعم ده التلمود ده حجر أساس مضبوط في التاريخ اليهودي التلمود البابلي في جزء اسمه مبحث السنهدريم رقم 43 بيقول إيه في هذا التقليد أو في هذا التلمود بيقول في عشية عيد الفصح علق يشوع النصري بحسب كلامه علق يشوع النصري وكان المنادي قبل ذلك اليوم يوم الصليب بأربعين يوما يقول سوف يرجم لأنه صحر وأغوى إسرائيل وأزاغه وأي شخص يقدر أن يشهد لصالحه فليتقدم ويدافع عنه ولم يتقدم أحد ليدافع عنه ولم يشهد أحد لصالحه هذا ما ذكره التلمود البابلي في الجزء مبحث السنهدريم رقم 43 عندي شهادات يوسيفوس وده يوسيفوس يعني من أدق المؤرخين اليهود الحقيقة هذا الرجل يقول يقول أن بيلاطوس حكم على المسيح بالصلب حسب طلب رؤساء الشعب والذين أحبوا المسيح أولا لم يتركوا وههم باقون إلى الآن واسمهم مسيحيين حتى بعدما قتل المسيح على الصليب يفتخرون بعلامة الصليب هذا ما ذكره يوسيفوس الكاتب اليهودي ثم أيضا هناك حخام يهودي اسمه يوحنة ابن ذكة تلميذ واحد اسمه هليل أو هليل بيقول إيه هو ألف كتابا بالعبرانية دعاه سيرة حياة يسوع النصري هذا الرجل وهو يهودي وغير مؤمن بالرب كتب كتابا كاملا عن شخص المسيح اسمه سيرة حياة يسوع النصري كل شتائم في شخص المسيح ويتشفى ويشمت في كيف استطاع اليهود أن يصلبوه على الصليب ويمحو اسمه من على الأرض هذا ما كتبه اليهود دو الكتاب يهود فإذا إحنا قلنا شهادة الرومان وشهادة اليهود وأكيد في شهادات أخرى عندي شهادات أخرى يعني إذا حبيت أروح مثلا لبعض الشهادات الجغرافية المرتبطة بعلم الأثار وإحنا ندور دائما على الأثار ندور على ما تبقى لنا من زمن قديم يؤكد لنا سير المكتوبة في الكتاب طبعا أنا قلت ما كتبه وليام رامزي عن كل أحداث سفر الأعمال وإنجيل لوقة كتابتا وتأكد منها وقضته إلى المسيح لكن علم الأثار مثلا يقول لنا أنه في الحكم الذي أصدره بيلاطس البنطي كان ينبغي أن يأخذ عليه موافقة من القيصر لأنه ده بيلاطس كان والي في اليهودية وكان لازم يأخذ الموافقة من قيصر وكان لازم يبعث الريبورت بعد كده التقرير لقيصر فهذا الحكم وجدت نسخة منه موجودة الآن في الفاتيكان في روما بيقول إيه بيقول هذا الحكم كان قد كتابه إلى تيباريوس تيباريوس قيصر نقتطف منه بعض الأجزاء بيقولي ألقى الأوباش ويقصد الأوباش اللي هم اليهود الثائرين ألقى الأوباش الهائجون القبض على يسوع ولما أنسوا عدم الخوف من الحكومة يعني تجرأوا على التعدي على الحكومة الظنوا مع زعمائهم أني جزع ده كلم بيلاتوس أني جزع منهم ومن ثورتهم تمادوا علي بالصياح إصليبه إصليبه ثم طلبت وغسلت يدي أمام الجمهور مشيرا بذلك إلى استهجان عملهم ولكن لم يأتي ذلك بثمر فإن نفوس هؤلاء الأشقياء ضمآن لقتله هذا ما كتبه بيلاتوس البونتي عن حدثة موت المسيح كتب أيضا بيلاتوس البونتي وأرسل هذا المكتوب إلى تيباريوس قيصر ويوجد نسخة منه موجودة في الفاتيكان في روم كتب عن كيف سلم جسد المسيح ليوسف الرامي يقول إيه قد أجبت طلب يوسف الرامي بتسليم جسد المسيح أو جسد يسوع وفي الحال أمرت ماثلوس أن يأخذ بعض عساكر معه ليلاحظ وليباشر دفنه لألا يتعرض أحد له وبعد ذلك بأيام قليلة وجد القبر فارغا وأذع تلاميذ يسوع في أطراف البلاد وأكنافها أن يسوع قام من الموت كما كان قد تنبأ وهذا الذي كتبه بيلاتوس أيضا أكده شخص آخر اسم جوستينوس سنة 139 ميلادية أكد ما كتبه بيلاتوس إذن نحن أمام شهادات يهودية شهادات تاريخية من الوثنيين وشهادات أيضا جغرافية من ضمن الشهادات الجغرافية اكتشاف العلماء في سنة 1280 في إيطاليا في مدينة نابولي أيام ما زحف في ليب الرابع مالك فرنسا اكتشفوا صور الحكمة الذي أصدره بيلاتوس بونتي اللي أنا قريت منه دلوقتي فهذه اكتشافات حديثة كل هذه الاكتشافات تؤكد لنا موت المسيح تاريخيا وطبعا يعني اللي عايش في الأراضي المقدسة كونك أنت تتنقل من مكان إلى مكان هو تأكيد يعني شيء غير عادي من دقة الأحداث والتفاصيل مثلا اكتشفوا حجر بيلاتوس في قصاريا وأنه هو والي اليهودية موجود في المتحف تمام اكتشفوا معظمة اللي هي آشورز في القرن الأول كانوا بس بمارسوا هذه العادات أخ عياد أنه بعد وفاة الإنسان بعد سنة بيجمعوا الرفات يعني الإعظام وأكبر عظمه الفخد فحسب حجم هاي بيبنوا المعظمة اللي هي صندوق يعني وحسب غناء أو إذا فقير ممكن يكون من خشب ممكن يكون من فخار ممكن يكون من حجر اكتشفوا هذه المعظمة آشورز لا قيافة رئيس الكهنة واكتشفوا أبر هيرودوس الكبير أولاده طبعا التاريخي اللي سجلها واكتشفات حتى في منطقة اليوم في الأوتس في سسترزوف زاين تحت الأرض على الأرض اللي هي منطقة اسمها البلاط جباثة اكتشفوا ألعاب رومانية جيمز واحد من الألعاب اللي بلقوا عليها قرعة بسمها قرعة الملك وهكذا أنت بتشوف أحداث كيف السير كيف المشي كيف التحركات كلياتها دقيقة جدا متى حدث الصلب عجيب عجيب أن يحدث صلب المسيح في عيد اسمه عيد الفصح وعيد الفصح واحد من الأعياد الرئاسية الثلاثة التي كان على كل اليهود في كل العالم يأتوا إلى أوروشالين في هذا التوحيب ويعتبر أهم عيد بالأعياد الأخرى بالضبط كده مش اعتباطا طبعا لأن المسيح هو فصحنا فمات في عيد الفصح لكن أيضا لكي يكون هناك أكثر عدد من الشهود من كل مكان يشاهدوا عمل الصليب أحداث الصليب مليون شخص حتى بيكون في الأحداث وعند الصليب كان حضور هناك رؤساء الكهنة وكان الكتب واقفون عند الصليب يباشرون موت الصليب طبعا بشماتة فهناك شهود كثيرة الأمم اليهود الرجعين أو الزوار من كل مكان في العالم واللي رجعوا بعد كده تكلموا عن حادثة الصليب وكان المكان الذي يصلب فيه المسيح أو صلب فيه المسيح هو مكان خارج المدينة خارج مدينة أوروشالين فالذهبون والراجعون من هذه المدينة تتميما لما جاء في مرافع أرمية تطلعوا وانظروا إلي يا عابر الطريق هل حزن مثل حزني إذن مات المسيح في عيد الفصح من أهم الأعياد اليهودية ليكون هناك أكبر عدد من الشهود يكون شهودا على حادثة الصليب يعني بالضبط كمان كان موت المسيح موت اختياري أن المسيح يعني أعطى نفسه أسلم الروح للرب بالتوقيت المناسب قبل دخول السبت وهذا كمان مهم جدا بالتفاصيل يعني أنت ذكرت تلميذي عمواس لما تكلم معهم يسوع ظهر لهم بعد القيامة وبعدين قالوا له أنت الوحيد في هالدنيا بهالبلد متغرب مش عارف كل الدنيا عم تحكي عن الحدث أنت ظهر مش من هالبلد وبعدين وما هي الأحداث التي تختص بيسوع الناصر وهكذا ابتدأ يتكلم مزمور اثنين قال لنا كنبوة عن أن حديثة الصليب لم تكن أو لن ستكون في الخفاء لكن قال لنا لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحي فهي نبوة على أن حديثة الصلب ستكون اتفاق عام بين ملوك وبين رؤساء وبين شعوب وبين أمم وهذا ما تم على غير العادة يهو هيرودس مع بلاطس أعداء اتفق هذا الملك مع ذاك الوالي على أن يقتول المسيح اتفاق اتفاق الأعداء على صليب المسيح اليهود أعداء للرومان والرومان أعداء لليهود الصدقيين مع الفرسيين اتفقوا معا على صليب المسيح فهناك نبوات تقول لنا أن موت المسيح سيكون حدثا عالميا تتكاتف في كل الجهود لكي يموت ابن الله لكن بطرس يقول لنا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق رح نستمر بالحديث أخ عياد مرة تانية بحب أعطي فرص أنه هذه الحلقة مسجلة لكن نفس الشي إخو وأخوات اللي بردوا على الهاتف الموجود أمامك وعلى فكرة فيك تشاهد هذه الحلقة كمان على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وشارك هذه الحلقة أو مقتطفات منها مع الآخرين وإذا عندك أي سؤال أو حتى اعتراض فيك تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما هي الأدلة على صلب المسيح من واصل حديثنا مع الأخ عياد زريف أخ عياد شفنا طبعا ونعارف أنه الوقت قصير لأنه نغطي كله بتفاصيل دقيقة من فكر الله الأزلي في موضوع موت المسيح للعهد القديم تكلمت عن الظلال وعن الرموز وعن النبوات وبعدين العهد الجديد وأدلة كثيرة جدا وبعدين أعطيت شهادات عديدة باختصار شديد عن أشخاص غير مسيحيين اللي شهدوا لصلب المسيح وبعدين كل الفكرة التفاصيل الدقيقة اللي بتتكلم عن أحداث الصلب مش منكرة عند أي مجتمع آخر إلا في الشرق عندنا بينكروا صلب المسيح لماذا هذا الإنكار؟ أنا أشرت في البداية أسيس نزار أن الإنكار وليد عمل الشيطان في أذهان البشر ليس لتوفر الأدلة فإذا توفرت الأدلة وأنت ما زلت غير مقتنع فالمشكلة لديك المشكلة لدي أنا المعترض الأدلة موجودة نحن قدمنا أدلة تاريخية وثنية وقدمنا أدلة تاريخية يهودية وقدمنا أدلة أثرية جغرافية وأدلة كتابية إذن ماذا؟ أعتقد أن الإنكار مرتبط بعمل الشيطان للإغواء وعمل الشيطان للإغواء طول تاريخ البشرية لكي يبعد عن المسيح شيئين ينفي عن المسيح شيئين أنه هو الله وأنه مات على الصليب يعني اقبل أن تعلم أن المسيح هو معلما عظيما الناس هتسقف لك والناس تحيي لك المسيح عمل معجزات عظيمة المسيح قائد منتصر المسيح معلم ومصلح اجتماعي الكل يؤيدك لكن قلهم المسيح هو الله الظار في الجسد فأنت قد جدفت للشيطان يريد أن ينفي عن المسيح الألوهية وأيضا إذا قلت لهم المسيح جهه مات على الصليب الشيطان يريد أن ينفي عن المسيح موت الصليب لكن يقبل أنك تقول أن المسيح عطف على الناس كان يقول يصنع خيرا عمل معجزات ثم هرب أو أخذه الله دون أن يمر إلى الصليب وأنا سؤالي حجر أساس الإيمان المسيحي قائم على هذين الاعترافين أنت المسيح ابن الله الحي والمسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب ودائما يتكلم الكتاب عن من هو المسيح في ذاته هو الله الظار في الجسد وماذا فعل المسيح على الصليب مش أخوط في الموضوع ده وبالتالي أن الإغواء والإنكار بيجي من عمل الشيطان في القلب هل هناك ما يؤكد أن المسيح مات طبعا هناك ما يؤكد أن المسيح مات رجعنا لكل الأدلة لكن ربما يكون من زرع في أذهان الناس بعض الأفكار الخطيئة أن المسيح ألقى شبه آخر عليه عند الصليب وده فكر منتشر يعني أنه لم يموت لكن شبها لهم وأنا بس أرتاكز على قضية فلكية وتاريخية تؤكد أن المسيح كان هو بالحقيقة الذي مات عند الصليب بشهادة الجميع قبل ما فنت بعض الأقاويل الأخرى المسيح قبض عليه في ليلة عيد الفصح في بستانجة الثماني في حضور كتيبة جاية من جند الهيكل معهم مشاعر ومصابيح ومعهم سيوف وعصي والأمر واتهى القمر كان بدرا يوم 14 في الشهر القمري هل يعقل هذا النور نور القمر مع نور المشاعر مع نور المصابيح مع الذين جاء لك يقبضوا على يسوع يلتبس عليهم الأمر ولا يميزوا أن الواقف أمامهم شخص آخر غير المسيح إن كان شبهه فماذا عن صوته تكلم المسيح وقال أنا هو وقال من تطلبون ثم أخذ إلى محاكمات ستر وسقطوا على الأرض وسقطوا على الأرض وبعدين يهوذة نفسه الخائن جاء وقبل يسوع المسيح كعلامة لتسليم المسيح ثم أخذ إلى المحاكمات والمحاكمات كانت دقيقة يعني هناك جمهور في أثناء المحاكمة يستمعون إلى المسيح ويدركون أنه هو المسيح وجابوا له الاتهامات بتاعته وكانت المطوابة العزراء مريم واقفة عند الصليب وكان يحنى واقفا عند الصليب وهناك أحاديث بالصوت كل الأدلة تؤكد لنا أن المسيح هو الذي مات على الصليب يهوذة نفسه الذي يقال أن شباهه شباه المسيح جاء على يهوذة يهوذة نفسه فيما بعد هو الذي ذهب إلى رؤساء الكهنة ورد لهم الفضة وقال أخطأت إسا لم تداما بريئا لكن يمكن من يعتمد على أن الإنكر الوثائق التاريخية حتى أنه بحسب اليهود الفكر اليهودي أن هذا المال لا يصلح أنه يلقى في الخزنة عند اليهود فاشتروا أرض ليحق الدم الفخار حتى في الوثائق التاريخية هذه كلها موجودة أخي عياد تمام تمام لكن يمكن الذي يعتمد في الشرق على شيء مثل هذا يقول أن المسيح طبعا ما فيش حاجة بتقول أن المسيح ممتش لكن الذي يعتمد على عبارة أو آية قد يعتمد على آية جاءت في سورة النساء في القرآن تقول وقولهم يقول وقولهم يقصد اليهود وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريا رسول الله وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبها لهم إذن يعتمد القارئ على هذه العبارة الوحيدة ويقول أن المسيح لم يصلب ولم يقتل الحياة هذه صورة لكن هناك ثلاث صور أخر والآية نفسها فيها يعني صعوبة التفسير لما بتقرأ كل التفسير وقولهم مع مين بيتكلم معظم التفسير تقول أن كلمة شبها لهم أي هيئة لليهود أنهم هم الذين قتلوا المسيح إذن من الذي قتل المسيح الرومان الذين قتلوه لأن اليهود كانوا دائما يفتخرون أننا قتلنا المسيح عيسى بن مريا فكانه ينكر عليهم أنهم تجرأوا وفعلوا هذا خويئة لهم شبها لهم لكن الذين قتلوه ليس اليهود لكن الرومان لكن لا ينفي عن المسيح حدثة القتل والصلب لأن في ثلاث آيات أخر في ثلاث صور تؤكد أن المسيح مات ففي صورة آل عمران خمسة وخمسين يقول مكروا أي اليهود مكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يعيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إني متوفيك ورفعك إلي هناك أيضا صورة مريم 33 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه إشارة ثم صورة المائدة 117 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ثلاثة آيات تؤكد لنا مع اختلاف زمن الفعل أن المسيح مات لكن الآية التي في صورة النساء لا تنكر عن موت المسيح لكن تنكر عن اليهود أنهم الذين قتلوا المسيح فشبها لهم أي هيئة لهم يعني التلاميذ شافوا آمنوا حطوا حياتهم للموت في شيء اختبروا واضح 100% بدون أدنى شك وانتشار المسيحية هي يعني الاستشهاد هي كانت بزرة الكنيسة وكانوا يؤمنون بهذه الرسالة احنا ذكرنا عن بولوس كل محور رسائل بولوس في أي وعزة أو أي خطبة بيتكلم فيها بيوصل للصليب والقيامة سواء اتكلم مع اليهود أو الأمم وهذا كان واضح بكتاباته دفعوا ثمنا لهذه الرسالة لكن لو أنا لا أؤمن بصالب المسيح طب أنا شو اللي بيثبت لي أنا هل ممكن أقدم حياتي مشان هاي الرسالة فإذا إذا أنا أفقد الحجة وأفقد الدليل طب شو الوسيل اللي أنا بدي أنشر هاي الرسالة اللي مش مقنع على كل الناس حتى في تلك الأيام الوسيلة الوحيدة هو العنف والقتل صحيح أنا أرغمك أنك تآمن بهذه وهي مشكلتنا في الشرق الأوسط اعتبر بولوس مع كل احترامة اعتبر بولوس أن قوة كرازاته في الصليب فقال أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن الخلاصين فهي قوة الله واعتبر أن ملخص كرازته موضوع كرازته المسيح وإياه مصلوبا واتخذ بولوس من كراز بالمسيح مصلوبا واتخذ بولوس من موت المسيح حافظ له لكي يخاطر يخاطر بحياته لكي يقدم حياته إن كان موت المسيح أجذوبة كيف يخاطر بولوس من أجله كل يوم إن كان موت المسيح أجذوبة كيف يتخذ بولوس هذا القرار أنه كما مات المسيح وقدم نفسه ذبيحة وقربانا لله بالعيد هو نفسه يقدم حياته لأجل المسيح نحن نحبه لأنه أحبان أولا نحن نحسب هذا إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع قد مات وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل لذا مات من أجلهم وقام فصليب المسيح كان هو القوة الدفعة لكل الرسل أنهما يقدموا حياتهم لأجل المسيح لأنه عاشوا وعايشوا واختبروا هذا الشيء لكن فاقد الشيء لا يعطيه إذا أنا ما عنديش ولا اختبرت يعني أنا تقول لي قتلوا كندي مثلا وقال لك يمكن يمكن لا لكن ما عنديش فيعني هاي الفكرة صليب المسيح يجعلني أضع نفسي وأنفق نفسي إنكار لصليب المسيح يجعلني أقتل الآخرين وأسفق دام الآخرين ما هناك دائما هناك قتل يا إما تموت أنت الأجل الناس والأجل المسيح يا إما تموت الناس لأجل قضيتك وبتختلف من درجة إيمانك بصليب المسيح طيب إحنا حكينا طبعا عن أدلة وأنا عارف أنه هذا الموضوع محتاج لحلقات عشان يضغطها لكن أوكي خلينا نأخذ الصليب من ناحية إيجابية إحنا قلنا ليه الصليب وحكينا عن بعض الأمور المهمة لكن من ناحية إيجابية خلينا نقول طيب شو المنفعة ضرورة صلب المسيح إلي ولكل مشاهد صليب المسيح كان علاجا لمشكلة الخطيئة بدون إيماني بصليب المسيح ستظل المشكلة قائمة أمامي وهي مشكلة العداوة بين الإنسان وبين الله ففي صليب المسيح حدثت المصالحة مصالحا لنا بدم صليبه صليب المسيح كان إرهاصات وتكميل للقضاء على الشيطان لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس عدم إيماني بموت المسيح على الصليب يجعلني فريسة لانتهاكات الشيطان في جسدي كل يوم صليب المسيح أرجع لله كل حقوقه المسلوبة من الإنسان عدم إيماني بصليب المسيح كأني في كل يوم أهين الله وأتهم الله بغير العتل وبغير البر صليب المسيح كان هو الوسيلة اللي من خلالها الله يستحضر أبناء إلى المجد عدم إيماني بصليب المسيح يجعلني ما زلت في دائرة أبناء آدم أبناء المعصية أبناء الغضب فالصليب هو محور مشهورات الله وهو علة وسبب إمكانية دخول الإنسان لعلاقة صحيحة مع الله مثل ما ذكرت أنه فكرة إن واحد يعني بحسب الاقتباس نبي عظيم اللي احنا منقول ابن الله يموت على الصليب الفكرة غير مستساغة لكن الكتاب بقدم الموضوع مش حتى يعني دافع لكن كحقيقة بقدمها إنه مات المسيح فعلا وفي علاج من خلال الصليب مات المسيح وهذا هو الحل الوحيد ولا يوجد حل آخر لمشكلة الخطية بعيدا عن ذبيحة المسيح وصليب المسيح وإنكار ذبيحة المسيح وصليب المسيح هو إنكار لقلب الله ولمشروع الله واللي بينكر كده بيقول عنه بالكتاب فكام عقابا أشر تظنونه أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا واصدر بروح النعمة فالإيمان الوحيد الذي يخلص هو المسيح وإياه مصلوبا ممكن أؤمن أن المسيح كان معلما عظيما هذا لا يكفي ممكن أؤمن أنه أتى وعمل أعظم المعجزات هذا لا يكفي إيماني يكون كاملا عندما أؤمن أنه هو الله الظار في الجسد وهو مات على الصليب بالحقيقة مع أنه المسيح متفوق في كل شيء في ميلاده العذراوي في حياته الخالية من الخطية النبوات اللي تمت فيه كونه بيحمل الطبيعتين الإلهية والإنسانية يعني متميز جدا أعظم معلم أعظم صانع معجزات حياة خالم خطية مع أنه هذا بيكفي أنه أتبع شخص للمسيح أن أؤمن به حتى لو رفضت الصليب ولكن مع كل هذا في شيء رفض وكرهية لفكرة الصلب تمام لأنه الشيطان يدرك تماما أنك إن أمنت به كالله الظار في الجسد وأمنت بذبيحته حتما ستخلص وإذا خلصت ستفلت من جيش الشيطان من معسكر الشيطان فالشيطان لا عنده أبدا أي مانع أن يبث في أزهان التابعين أن المسيح نبيا ومعلما لكنه ليس هو الله الظار في الجسد المسيح مصلحا وصانع معجزات لكن ليس هو الذي مات على الصليب لكي يظل يحتفظ بالإنسان في دائرة الغي والإغوام دائما نسمع طبعا أن الله على كل شيء قدير إذا الله القادر على كل شيء الذي يقول فيكون فيعني طب ليه الصلب يعني هاي الفكرة الأمر مش الله عنده القدرة أن يرحم الإنسان أو يهلك الإنسان فلماذا الصليب لأنه خلي بالك أنا بتكلم من منطلق فعلا كأنه عم بدافع عن هوية يسوع المسيح تمام يعني في ناس كتير تقول ذات الكلام وتقول الله قدير على كل شيء كان ممكن يخلص الإنسان وهو في السماء كان ممكن يعفو عن الإنسان لماذا الصليب الله إذا عاف عن الإنسان دون أن يأخذ حقه وهو الموت سيكون الله رحيما جدا جدا لكن ليس عادلا وسيفرط في مبادئ قداسته وإذا قاض على كل البشرية سيكون عادلا لكن لا يكون رحيما فإن الرحمة لكي تلتقي بالعدل ينبغي أن الله يعفو عن الإنسان لكن ينتقم من الخطيئة يوم تأكل منها موتا تموت يبقى لازم يكون في البديل فأرسى الله مبدأ البديل في الجنة يوم صنع على آدم وحواء أقمصة من جلد فآدم عفي عنه هو وحواء لكن الله اقتصى العقاب من البديل وهو الذبيحة وبكده يبقى العدل والرحمة التقيا إلى أن يأتي وهنا بقى تدرج الإعلان عن صليب المسيح فبدأ الإعلان بحمل أو حيوان في الجنة وبعد كده هبيل لما قدم قال لنا أنه الحيوان ده ينوب عن شخص خروج 12 قال لنا ينوب عن أمة لكن بعد كده نعرف أنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم تدرج الإعلان إلى أن يأتي المسيح مع أنه الإنسان حاول بالدبايح وبالتقوى وبالأعمال الصالحة لكن مش قادر يصل لأ الله عن طريق هذه بيدون سرف كدام لا تحصل مغفرة لا تحصل مغفرة أخ عياد في معنا ديقتين إذا ممكن يعني في أشخاص عم بصراع في هذا الموضوع كيف فيك تعالج هذا الموضوع ولو بجمل يعني بسيطة أنه يفهم يدرك فكرة الصلب وأن يكون مؤمن بيسوع المسيح أوجه كلامي إلى فريقين الفريق الأول ربما لم يسمع هذا الكلام من قبل ولم يصله قصة أنه المسيح لم يموت وأن المسيح شبها لهم والقصة دي أنا عايز أقول له هذا هو الإعلان الذي استماعت إليه اليوم أن موت المسيح كان حقيقة تاريخية وحقيقة كتابية لأنه هو المشروع الأزلي إلا الله راتبه عشان يخلصني ويخلصك عليك أن تقبل المسيح الآن وبدون سفك دم لتحصل مغفرة أنت جربت كل حاجة في الدنيا جربت الأعمال الصالحة جربت الزيارات إلى أماكن مقدسة جربت الزهد والنسك جربت الأصوام تعال جرب المسيح جرب هذا الحل ربما تجد في هذا الحل علاجا أبديا لمشكلة خطيئك أقول للفريق الآخر اللي هم الرافضين أنتم ترفضون بالرغم أن الإعلان له سطوع الشمس أنتم ترفضون بناء على تعليم دخل إلى أذهانكم بدون أساس عليكم أن تحفصوا افحصوا ما قلناه اليوم في ضوء التاريخ وفي ضوء الجغرافيا في ضوء الشهادات التاريخية وتعال اقرأ الكتاب وافحص الكتاب نحن قدمنا أدلة تاريخية أدلة منطقية أدلة جغرافية خليك محايد ولو مرة واحدة في حياتك وافحص ما قلناه اليوم افحصوا بحيادية واطلوا من رب أن ينور عنيك وأقول لك أن القضية الوحيدة في عمل المسيح على الصليل أخي عياد شكرا جزيلا والرب يباركك وبكرر نفس الدعوة اللي ذكرها أخي عياد أنه فعلا هي صلاة بسيطة لكن عميقة في نفس الوقت أنه يا رب يعني إذا أنت موجود أنا عاوز أعرفك اظهر لي ذاتك اعلن عن ذاتك افتح عيني اكشف عن عيني وأنا متأكد إذا أنت عندك هذا الجوع وهذا الاشتياق الروحي في داخلك الله رح يلمس حياتك أنا بشجعك أنه تقرأ الكتاب المقدس وتشوف كم الصفحات اللي بتتكلم عن موضوع الفداء بصلي من كل قلب أنك تختبر محبة المسيح المخلصة اللي بتقودك إلى الحياة الأبدية ربنا يباركك اشتركوا في القناة